أهلا بيكم من جديد من بارح سيادة الرئيسة عبدالفتاح السيسي أشاد بدور المرأة في كل المجالات وقال إن المرأة المصرية عندها وعي بدورها في المجتمع وجوه الأسرة كمان وهي كمان تعتبر قوة دفع هيلة للوطن في كل المواقف عشان كده هي تستحق كل ما هو أفضل وتستحق كمان من الدولة إنها تسندها وده حفظ حقوقها وكمان تعزز دورها في المجتمع ده كان واضح طبعا من خلال الرسائل يعني بعتها السيد الرئيس من خلال خطابه للرأي العام المصري للسيدات المصريات كلام سيد الرئيس ربما بيؤكد اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة بيحققها في كل المجالات سواء كانت هذه المجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية واهتمام الرئيس أيضا إن هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع خلينا نرصد ما هي الرسائل التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه اليوم المرأة المصرية ماذا أراد أن يقول ما هي تأثير رسائل الإفراج عن الغريمات ما هي تأثير أيضا رسائل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية بصحبتنا الكتابة الصحفية الأستاذة سمر الدسوئي رئيس تحرير مجالة حوى للتعليق على كل هذه الملفات والزوائي صباح الخير يا أستاذ صباح النور على حضرتك وأستاذ المشاهدين وسعيدا إن أنا معاكم في يوم جميل زي دورت أهلا بحضرتك من وراني أستاذ صباح خلينا نبتدي كده في البداية مبارح كتا احتفال محترم وشيك ويفتح النفس كده ومبهج وداعم للمرأة في الأسبوع رسية فانديم هي البداية مش من الاحتفال خليني تبا أولي السؤال؟ تبا أولي السؤال؟ والله يقول تبا أولي الله والله البداية مش من الاحتفال تبا أوليك ليه بصراحة تكلمت بسرعة لأنني كنت متحمسة جدا قبل ما نتكلم على الاحتفالي وقبل ما نتكلم على مقتسبات عديدة جدا كنا بنحلم بيها عايزة أقولك إيه 20-30 سنة تقريبا وعلى فكرة مش للمرأة بس يعني سيادة الرئيس مشكورة من أول ما تولى مقاليد الحكم عندك المرأة الشباب زوج الهمم كل الفئات اللي هي كانت مهمشة وليها حقوق كتيرة جدا ما خدتهاش وبتسعى وراها سواء عن طريق بقى جهات حكومية مؤسسات أهلية أفراد أخذوها فعلا على طبع من دهب تقديرا لجهود فخلينا نبدأ برسالة كده اللي هو دي أهم حاجة نقولها مش رسالة شكر بقى لسيادة الرئيس لأن انت لو عدت بجد والله مش مبالغة من هنا اللي جاي كل البرامج اللي طول النهار لا تكفي رسائل الشكر ولكن الرسالة مهمة جدا سيادة الرئيس إذا كنا إحنا خدنا كل هذه المقتسبات تقديرا لدور المرأة زي ما سيادته مشكورا بيشير في أكتر من محفل ودوء في مسندة الوطن ورقوف جنبه في كل الأحداث اللي مرت علينا بالذات في الـ 89 أعوام الماضيين فنؤكد جميعا كنساء سواء بقى مش عايزة أقول مجالة حوة أو إعلاميات المرأة المصرية بشكل عام إن احنا مكملين ونكمل في ظهر البلد ونحافظ عليها كتير بيقولوا لك ما عندناش مؤمرات داخل لا عندنا عندنا داخلي وعندنا أسان خارجي وكل ما بتقفي على الأرضية صلبة وبتحصودي وبتمشي نحو الأمام أكتر كل ما بتستهدفي أكتر فأنا الرسالة الأول قبل رسالة الشوك رسيات الرئيس لا إحنا هنكمل وإذا كنا تم تقديرنا بهذه المقتسبات وغيرها مش مبارح بس أنا هرصودي مع حضرتك فإحنا علينا دور كبير جدا هنقوم بي إن شاء الله خلينا يعني إيه نخش في الزوايا تحديدا اللي تكلم فيها سات الرئيس يعني المساواة في الأجرب بين الجنسين قانون العمل قانون الأحوال الشخصية الغارمات والغارمين ملفات كتيرة صحيح تكلم عنها سات الرئيس في خطابه يوم أمس ورسائل أراد السيد الرئيس أنه يرسلها للداخل المصري وأيضا للمرأة المصرية قرأتك لهذه الرسائل بصي فاندب المرأة المصرية على مدى 8 أو 9 أعوام ومن أول ما تولى سيادة الرئيس كانت في ظهر الوطن زي ما عملت بعد كده يعني قبل كده على مر العصور من 1919 و56 و73 ثم الوقوف أمام الغاز أنا بقول عليه الغازو ومش الحكم الغازو الإخواني الغاشم خبت الرئيسية الأولى الثانية البرلمانية إلى غيرها سيادة الرئيس مشكورا كان كل هذه الجهود نسب أعينه وبالتالي كان فيه اهتمام جدا بتمكين المرأة على كل المحافظة اللي حصل مبارح دوق كان إكمال عايز أقول لحضرتك لحزمة كبيرة من المكتسبات يعني لو بصينا مثلا لقوانون الأحوال الشخصية إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا فيه كل شوية اللي هو أكتر من جهة كانت بتعرض مشاريع من القوانين لدرجة أن سيادة وزيرة عدل مبارح قال إن إحنا كان عندنا أكتر من ست مشاريع طبعا نتيجة لمتابعة سيادة الرئيس وحرصوا كمان على استقرار الأسرة المصرية ليه استقرار الأسرة المصرية؟ لأن أنت بتبني مشروعات على قدم وصاق بجانب اللي هي طبعا الأثار السلبية للطلاق اللي إحنا كلنا عارفينها سواء على الزوج أو الزوجة أو الأطفال إحنا اللي إحنا بنبنيه ده بنبنيه للولاد الجايين فالولاد دولد لو ما كانش عندهم استقرار أسري استقرار اجتماعي إنت مش هتلاقي حد يكمل ومش هتحس أن إنت عملت دود عشان الأجيال الجايين وبالتالي سيته مشكورة من فترة زمنية بسيطة على فكرة أكثر يعني أحوالي كم شهر بدأ أن هو يوجه أن إحنا لازم نسرع في قانون الأحوال الشخصية وأن القانون دود يكون بيولبي كل اهتمامات الأسر يعني لا يهتم بالراجل فقط ولا بالمرأة فقط ولا بالأولاد فقط أشهد تعمية تنمية لمن؟ للأسر للناس للأفراد إذا لم يتم دعم أفراد وهو ده الاستثمار الأمثل اللي بتستثمر في الدولة المصرية صحة المصريين جودة الحياة بالنسبة للمصريين المصريين كلهم موجودين وتبتوا على جميع المصريين بحقوق المواطنة ده اللي بتعملهم الخدمات والطرق والكباري ده جزء كمان يا فندم بصي من التمكين والاهتمام الاجتماعي يعني الجزئية دي بالذات لما بدأنا بقى بقانون الأحوال الشخصية إحنا عندنا أسان إيه فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي بتعندك طبعا استراتيجية تمكين المرأة 20-30 وأنا أتكلم عليها تفصيليا اللي هي بتوعنا بالتمكين الاقتصادي والسياسي واللي هي وضح المجلس القومي المرأة مشكورا بتوجيهات من سيادة الرئيس وتم اعتمادة قواصيقة عمل الأعوام المقبلة وبأكد كمان على حاجة جميلة جدا إن إحنا في العادة يعني في الأعوام السابقة كنت دايما إيه لو هتحطي استراتيجية هتحطي أي بلان للمستعب اللي هي مجرد بورتكول لا دي فعلا تم تنفيذ على أرض الواقع والمجلس القومي المرأة بدأ يعمل ليه اتفاقيات ومعاهدات وبرتكولات مع الجهات المعنية من ناحية الإجتماعية تلما بدأنا بقى من قانون الأحوال الشخصية دي مش الحاجة الوحيدة اللي فيها الثانية يتمم المرأة من ناحية الإجتماعية فيها المبادرات المجتمعية وفيها الجنب الصحي والجنب الصحي زي ما احنا أشارنا وأشار سيادة الرئيس أمبارا تهايديك حزمة من المبادرات اللي مش بتهتم بالمرأة السنباس بتهتم بأسرتها كلها 200 مليون صحة ست المصرية صحية مصر مبادرات اللي هي التعامل لا في التعامل مع الأطفال كمان في المدارس اللي هي المبادرات الخاصة بمعالجة التقزم بعلاج الأطفال اللي هم بيعانوا من دمور العضلات السمنة ضعف السمح وبعدين كمان عايزين نقول من خلال برنامجكم ست المصرية صحة مصر على فكرة جماعة لا يعنى فقط بالتعامل مع أورام السدي لا ده بيقدم كل الخدمات كما يتعلق بكل الأمراض غير السارية وجميل بقى لما نزلنا وسألنا السيدات اللي هو مش كشف بس ده انت بتحدد طبيب ولا طبيبة بتحدد ان انت بتاخد علاج مجاني بتاخد أسان إشعة وتحاليل وكون الكلام ده بشكل مجان نستكمل تاني كلامنا مع الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء أستاذ سمر كنا وقفنا عند الملف الصحي للمرأة وتكلمنا عن ان هو بيغطي كتير مع المرأة لو جينا تكلمنا عن التوجيه الغير معلن من قبل سيادة الرئيس مبارح لما شفنا التأكيد على حزمة القرارات اللي تم اتخاذها الرئيس بيقول دعموا الست وخدوا بالكم منها وخليكم لطاف معاها بشكل كده يعني مضبوص وسط الكلام عايزة أقول لحضرتك ده اكمالا للاهتمام على فكرة هو سيادته مشكورا فعلا زي ما احنا قلنا مش المرأة بس المرأة طبعا في المقدمة وكان سيادة الرئيس أشار لهذا فأكثر من محفل أنا ليه بهتم بالمرأة أو أحيانا الرسالة بتتوجه لها بشكل أساسي نتيجة لأن المرأة وده سمعناها مبارح وأيضا في مؤتمر الشباب قبل كده المرأة المصرية لما اتشعر أن الأرض دي آمنة بتبع حسة بالأمان على بيتها وجوزها وأولادها هما بيتحرقوا بمارسوا حياتهم وبالتالي بتدي أكتر وبمن هنا فيه اهتمام كبير جدا بيها خلينا نكمل بجانب الجانب الصحي لأن احنا كان فيه عندنا اهتمام مبارح بالجانب الاقتصادي اللي هو الاهتمام بدمج المرأة في مجالس إدارات الهقيقات المختلفة أقول لحضرتك مجموعة من المكتسبات الرائعة اللي أخدناها قبل كده ده هيعمل ليه بالضبط شهر المصرين وهم مش فاهمين هذه الرسالة وعمق تأثير هذه الرسالة حيامل أن أنت حضرتك أنا مش عايزة أقول بقى أن أنت بتتكلم على كل المجتمع عشان ما تزعلوش مجالس إدارات الشركة أكتر من نصف المجتمع اللي هو بيدي واللي هو بيشتغل واللي هو بيبقى صورة بالنسبة لك اللي بيحرك الأسرة كلها أنت بتدي له مكتسبات وبتدي له حقوق بتساعده على أنه هو يدي أكتر وأنه هو يشارك أكتر وده إكمال لحاجات كتيرة جدا في هذا الجانب يعني إحنا قعدنا فترات طويلة ما شاء الله كان عندنا مع احترامي للمقعد الوزاري المواقر دايما المرأة موجودة لوزير التضامن لوزير الشؤون الاجتماعية ولكن الآن ولأكثر من دورة بقى عندك ثمان وزريات فضليات في تخصصات مختلفة وأسبكنا جدارة في هذه التخصصات بقى عندك المرأة الأول مرة مستشارة للأمن القومي سيادة السفيرة فايزة أبو النجا بقى عندك تمثيل أساسا للمرأة مش بس مجالس إدارات الهيئات زي ما أشار سيادة الرئيس بالأمس ولكن أيضا فيه بقى عندنا محافظ وكنا بنحلم أن المرأة كون محافظ بقى عندنا بعد إعداد وتأهيل الشباب من خلال برنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة معاونات ومساعدات للمحافظين والوزراء من الشباب الفضليات فإذا أنت الجانب ده كله زائد بقى طبعا برامج الشمول المالي اللي إحنا شغالين فيها مع الوطع في الاعتبار أنهم مش بس بيمثلوا علشان هما مرأة وبيوثلوا علشان هما متعلمين كويس قوي متضربين كويس قوي محطوطين في المكان ده عشان هما كان عندهم قدرات مش عارفين يبينه صحيح طبعا هو على فكرة إحنا مش بنتكلم هنا أن أنت بتدي ده عشان ده رجل ولو ده امرأة أنت بتأهلي وبتحسي أنه قدامك عنده قدرات يقدر أنه يدي في المجال ده يمكن دود الجانب الاقتصادي وعلى فكرة حتى الجانب الاقتصادي أيضا استراتيجية تمكين المرأة عشرين تلاتين بتؤكد عليه الجانب السياسي وده مهم قوي بقى واللي بيكمل أسنان هذا الدور مش عايزة أقول إحنا شايفين طبعا صورة البرلمان أنت عند حضرتك برلمان عشرين خمستاشر الفين وخمستاشر يعني كان عدد السيدات الموجودين اللي فيه 148 سيادة عشرين عشرين وصلنا في الدورة السنة الجديدة 162 وشفنا الصورة الجميلة سيادة النائبة فريدة الشباشي الأول مرة سيدة مصرية تفتتح اللي هي الدورة البرلمانية وده يبس على مكتوى العالم وعندك أيضا نفس التمثيل في مجلس الشيوخ اللي هي النسبة المعينة فيه سيادة الرئيس أيضا ضعيفة وصلنا أننا الأول مرة اللي هي وكيلة المجلس أي سيادة النائبة فيبي فوزي أنت يبقى عندك امرأة أيضا وكيلة المجلس الشيوخ وأيضا استراتيجية تمكين المعينة عشرين تلاتين بجانب هذه النسب يعني بتلح أكتر وتؤكد على أن النسبة هتزيد في المرحلة المقبلة فيه جزئية مهمة جيدا وهي الأخيرة لأن الوقت بيض سريعا ما أشرناهاش في الجانب الاجتماعي والمبادرات المعنية بتحسين حياة المرأة ككل حياة كريمة يعني مش عايزين نقول حياة كريمة يا جماعة ليست وصلات مياه ولا قهربة إلى غيرها دي مبادرة عالمية أشادت بها كل المؤسسات الدولية بتبني مدارس بتبني مكتبات بتوفري فرص عمل بتضربة نساء على مشروعات اقتصادية صغيرة بتطوري البنية التحتية بتطوري المنازل والبيوت وإلى غيرها بتوفري حياة كريمة دي المصريين فأعتقد هي المبادرة الأكبر والأشمل اللي تم العمل عليها الفترة اللي فاتت كل الشكر لكي نورتينا وشرفتينا الكاتبة الصحفية صبر الدسوقي رئيس تحرير مجالة حواء أهلا وسهلا شكرا لحد شكرا جزيلا لك